عملت مع حيوان مصاب اهم تعامل هنا هو يبقى انا شربت لبل مش مبسطا من حيوان ومعليش بقى اكتبوا جنب انباستورايز ملك اكتبوا اند تشيز مثلا اللي فاتت لما جابوا السؤال جابوا انباستورايز تشيز ما هي هي في المودوف انفكشن يا جماعة مكتوب انباستورايز ملك اكتبوا اند تشيز حتى السورة لو انتم شفتوها هتلاقوا مش بس اللبن اللي موجود ده جبن كلها كمان طب السؤال بقى ايه كان والله بلطورت انا حلفت طبعا فمش هكسر حلفاني عشان خطريني خلاص توقعوا بقى ما يصلكوا دي ومش هيبجع تاني لان هي الحصة خلاص اللي اروبع ساعة ماشي بحدش هزعم بصوا اه حاجة كمان بتجيبني غير الملك واللي تشيز السلطات بصفة عني فروا الكتاب كاتب مثلا حاجة زي كولوس لو عالشين بقى ليه الفيروس بييجي في السلطات اه سوري بكتيريا بيتيجي في السلطات ومالقاش حل لان البكتيريا دي بتستحمل درجة حرارة التلالي ليه اربعة ده هي بتحب البرودة اصلا وبالتالي لو السلطة فيها بكتيريا ودخلتها التلاجة ولا هيحصل البكتيريا حاجة هتفضل البكتيريا بموتة طيب يبقى احنا كده خلصنا الموت والسورس خش على هم حاجة اول حاجة البكتيريا دي انتراسيلولون هبدي فاكر يعني ايه انتراسيلولون زي يعني هتعيش معظم حياتها جوه جوه الخلايا العادية وكمان زي اكتر خلايا بتحب تعيش جواها الإبيثيليال سيلز والليفر دول اللي بتحب تتكاثر جواها بل انت عندك ماكروفيج وإبيثيليال سيل والليفر طيب تعالوا بقى الحاجة التانية هي عندها ستوكسن واحد بس اسمه لستيريولايسن من اسمه اللي اول يقولول يا جماعة لما اقولك ليسن كده متوقع انو بيكسر مين ربسي بالظبط كلمة ليسن يعني بيشتغل هيمولايسن يعني لما اجاز يرحها على طبق البلد هتعمل اني نعمل هيمولوسز بيدا هيمولوس طيب انا يهمني بقى هو اللي ستيريولايسن ده بيعمله جوا الجز ببساطة هو ده اللي هيخليها انتراسيلر ازاي بقى كله يبصيلي عالصابور هو عندك راسمة بس انا فطلتوا بصوا عالصابور بص يا جماعة ادي خلايا في جسمك اهي دخلت مسلا لفرسيلر احنا عندنا بقى جوه الخلايا بتاعت بعض الارجان في حاجة اسمها فاجوزوم طبعا احنا خدنا في الامميوليتي ان اللي بيعمل فاجوزوم هي الماكروفيش بس وانيتو فيه لا ده ربنا خليقلك في بعض خلايا الجي اي تي فاجوزوم زي الماكروفيش فاي اللي بيحصل بقى البكتيريا تدخر جوا الفاجوزوم بتاع الخلايا طبعا مفروض هنا تتقتل يعني الفاجوزوم تقتل البكتيريا هنا بقى اللي ستيريولايسن اللي هو التوكسن بيكسر الفاجوزوم فكده البكتيريا مش هتموت ده بالعكس هتطلع جوا السايتو بلازم فاصفع عندك الليستيريا موجودة جوا السايتو بلازم ما اصرش فيها الفاجوزوم طيب المقلة بالتاني بقى ربنا خلق لنا في الجي اي تي حاجة اسمها سايتو سكيليتون بروتين تعفين يا جماعة ده بروتين بين الخلايا ده بيشتغل كاباريان يعني عشان البكتيريا ما تعرفش تعد من خلية لخلية اخر التوكسن اللي اسمه هايكسر هزا البروتين اللي هشفتوا بقى المقلة بالتاني انه كصلك البروتين اللي بين الخلايا النتيجة بتاعت كده اي بقى يا جماعة ان البكتيريا هتعمل حاجة اسمها lateral spread يعني هتنتشر بصورة lateral بين الخلايا مش هتطلع بره الخلية عشان تدخل خلالي بعدها لا ده هي بتعمل حاجة اسمها ايه lateral spread طب قولولي بقى انا كده مضاريت فيه حد فاكري اليومورال اميونيتي اليومورال اميونيتي دي ايه كانت انتيبودي ولا تيه سايت قولولي يا جماعة هي الانتيبودي عشان تصطدق بكتيريا لازم البكتيريا تطلع فين اكترا سيلر صح؟ يعني تطلع من الخلية دي للخلية دي لكن دلوقتي البكتيريا خدعتك يعني بتدخل lateral spread وبالتالي اليومورال اميونيتي لن يصبح لها اي فائدة يبقى انا بقى تفتكروا عشان اقتلها محتاج مين؟ السلم دي ادي تتعرفيني السلم دي ادي حتعمل ايه؟ حتقتل الخلية المصابة اللي هي السيتوتوكسيك تيلينفوسايد تقتل الخلية المصابة يبقى تاني بقى وانتو مصيب في الورقة كده بلم الموضوع كله يبص على فيولنس فاكتور يبقى انا اول حاجة انترا سيلولل اعيش جوه الماكروفيش وجوه الابيثيليال سيل وجوه الليفور الفيرولنس فاكتور الواحد بتاعي حاجة اسمها الستيريولايز دي بيخليني اعمل حاجتين اول حاجة اكسر الفاجوزول واطلع جوه السيتوكلازم الحاجة التانية اكسر السيتو سكيلتون كلوتين فاعمل حاجة اسمها سيل تو سيل ترسميشن يعني ده يخليه يبقى الحل الوحيد هو ممكن تبصوا على الرسمة الصغيرة اللي علمين قبل مليلي بالصفحة لان دي بقى هتفصر اللي حيحصل الصفحة اللي جاي كله يبص في الرسمة لو سمحتوا. انتو عندكم دلوقتي البكتيريا داخلت لعنطايا الاكل او الشرب داخلت في الانتستن ومن الانتستن ابتدت تدخل البلد. بص بقى الاماكن اللي حوصل لها. تلات اماكن مهمة. اول حاجة الليفل. تاني حاجة البريم. وتالت حاجة البلاسنتا. انتو عارفين هي هتعمل ايه يا جماعة في البلاسنتا? هتكسر البلاسنتا. فده هيبقى لي تدعيات وحشة على الطفل. يبقى كل البلاو اللي حنعرفها الصفحة اللي بعدها. نتيجة انها بتبوز البلاسنتا بتاعت الام. لو الام اصيبت بيه وهي حاجة. يلا. ايليه بقى? تعالوا نشوف. الكالينيكا الفيتشور بتاعتي. اه موسى بيقول لي حاجة كويسة وكل مرة بتسئل فيها. اه موسى بيقول لي ايه? طب يا دكتور هي بتخش البلاد وتعمل باكتريني. فاكيد الانتيبودي هتتعمل معه. طبعا. بس المشكلة ايه? وانا في الالجان. هل الانتيبودي عرفت تتعمل? لا. فانا ممكن اكسر لك الالجان قبل ما ادخل البلاد. ماشي هي دي الكامس? لكن طبعا مدام دخلت البلاد اكيد الانتيبودي تتعمل. خشولي بقى على المرض. بص راحبين. احنا عندنا لوعين من امراض. Neonatal disease. يعني الطفل بيلقط الميكروب. او adult disease. هتش كلمة يا جماعة خلينا نخلص. بصوا. اول حاجة بقت. Neonatal disease. كيف يصاب الطفل بي? قدامك حاجة من اثنين. يا الطفل يصاب transplacenta. يا اما الطفل يصاب. ليه? يعني اثناء الولادة البيرث او افضر بيرث. طيب. كل جسد بقى مفهوم. قلولي. البكتيريا لو دخلت البلاسنتا. ايه النتائج عالطفل? لو بصت البلاسنتا يحصلين. طبعا اول حاجة. او still birth. اللي هو intrauterine fetal dis. او ايه بقى جماعة? الطفل يموت بعد الولادة مباشرة. ليه بقى? مش البلاسنتا كانت بايزة? ما بيوصلوش بلده اوكسجن. فيبقى عالحروق روك. اول ما يتولد يموت. يبقى التلاتة. ازاي ايه? لا انه حصل له damage بقى. brain damage والكلام. فعالهايبوكسيا قصرت عالورجان بتاعه. فخلاص هو بيودع خلاص. فاكتبوا لو سمحتوا. على الثلاث حاجات اللي عالشمال. اللي هو abortion. و interdrine fetal death. و death after delivery. اكتبوا. due to placental damage. due to placental damage. placental damage. طيب. الاحتمال التاني. ان البكتيريا تدخل للطفل. ما تكونش غمرت البلاسنتا قوي. بس دخلت اسناء الحمل. تعمل له ايه بقى? granuloma. و abscesses. for multiple organs. خاصة الليفر. فاكتنا احنا قلنا الليفر ده مهيد. المرض بقى اسمه ايه يا جماعة? بصوا في الوري. اسمه. granulomatous infantiseptica. قلولي انت عارفين infantي جايه من ايه? infantiseptica يعني sepsis. اه. و granulomatous يعني فيه granuloma. يبقى انا بيبقى عندي granuloma و abscess. طيب. الاحتمال التاني بقى يبقى قولوني انا كده لقط الميكروب من البلاسنتا. يعني اسناء الحمل. الاحتمال التاني بقى اسمه late onset disease. يعني لبقى مش لقطه اسناء الحمل. لقطه اسناء الولادة او بعد الولادة. اول حاجة بتخلطه فيها. ازاي الطفل يفكروا عشان ما اتحكوش. ده مسيكشوالي ترانسمنتر. اه. اسناء بتاع البلاسنتا. بصوا يا جماعة. شوفوا انا تعمدت كده. احنا متعودين لما بنقط اسناء بيرث. يعني اسناء البيرث كانان. بس ده مسيكشوالي ترانسمنتر. ده مش موجود في السيرب. فهو بيطلقت امتى? اسناء البلاسنتال سيباريشن. طعفين اسناء البلاسنتال سيباريشن. جزء من البلوك بيحدل الطفل. فساعدها يصبه. فاكتبوا. ديورينج بيرث هنا معناه. اللي هيقات بيرثة. اجد. ديورينج بلاسنتال سيباريشن. مش عن طريق بيرث كلام خاص. ديورينج بلاسنتال سيباريشن. طيب. دي اول طريقة. الطريقة التانية بقى. القطو من المحيطين بي. يعني الدكاترة او افراد العائلة بايدرويت. في الحالتين بقى عالفين المرض اسمه ايه? نيونيتا. مينجاريتس انديسيبتسيديا. وعشان كده بصوا فوق عالشمال الصورة اللي انا هتطهرقوا للنيونيت. وقولولي الصورة دي كانت موجودة فين قبل كده? في اللي ستريبتا اجالاكتيا. في عائلة الكوكال لو انتو فاكرين كان في بكتيريا اسمها ستريبتا اجالاكتيا. دي اللي بتعمل ليونيتا المينجاريتس. وكنتو حفلو فيها نفس الصورة بالسكتة. وعشان كده بصوا. حمال ليه كده متى? لما جاعمل دياغنوز لازم افرق الطفل ده عنده ليستريا ولا ستريبتا اجالاكتيا. لان الاتنين بيعملوا ليونيتا المينجاريتس. تكتبوا بروساس لو سمحتوا. تحت كلمة ليونيتا المينجاريتس. اكتبوا. اس استريبتا اجالاكتيا. اس استريبتا اجالاكتيا. طيب كنوا بصلي? كده خلصنا الطفل نفسه. طب تعالى بقى لو البكتيريا دي جت في ادلت. اه متقسمة ثلاث حاجات عبت. اول حاجة. لو انا جيت في اميونو كومبتن في ادلت. يعني ادلت بتاعته كويسة. عاملك حاجة من اتنين. يا اما اسنتوماتيك. يا اما جي ارتي ديستيربنز. طبعا. شوه بيدخل بود بوريزن جوالا. لا. هيعمل نوسيا وهو. ويساعات يعمل حاجة اسمها شيلز ان دفير. طب فينا يا جماعة شيلز يعني رعشة. ليه يا راكفة بيقولوا عليها راكفة. 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 يعني الواحد يتي رعش كده. يديكت الهاي فين. طيب. افويت بقى. جي في الست الحالي. والحالة تيجي كده في الامدحال. في الامس كده. قولولي. هو في علاقة بين البريجنانت وبين الانباستورايزد ملك. طب بين البلك يا سفة عامل. يعني لو واحدة حامل. امكن البواب بيقول لها ايه. اشرابي لبن كتير. صح? مش عايفينه العلاقة دي طبعا. اه. اي حد يعني مش شارطه دكتور يعني. يبقى ايزا في علاقة طبعا. ان السبت اللي بتنيهنا حامل عملت عابي لبن عمل على بطار. فاللبن ده لو انباستورايزد يجي لها الستيروي على طبع. ماشي يا حلوين فهي دي العلاقة الغنضة. يبقى بصوا. شش. حتتنفك. حتتنفك. يبقى. لما المعضوش هو ترد نص المجموعة يعني. يبقى دلوقتي. لو جي الست الحامل اللي هي شربت عابي بيعمل ممكن اسمتوماتيك دي زيز. ماشي. او يعمل ايه بقى قولولي. لو جيت اصصرت على الكلسنتر. هعمل نفس الحكاية. ممكن الست يحصل لها او يحصل لها او حاجة اسمها كل ده اكتبوا عليه برضو نتيجة ايه? بلاسينتال افكشن. يبقى كل دولي حاجة في المرض نتيجة بلاسينتال افكشن. اللي هو الساهم التاني بتاع اللي هو من اول اكتبوا على التلاتة دول بلاسينتال افكشن. طيب. اخر حاجة بقى. لو جيف واحد اميون سابريست. اهم حاجة. مينجايتس وسبتسيلي. يعني بصوا كده في الورقة يا جماعة. امتى اللي ستيريا تعمل مينجايتس? قولي يا حسين امتى اللي ستيريا تعمل مينجايتس? لو انا واحد اميوني. او واحد اميون سابريست دول دول. ساعتها اللي ستيريا تعمل مينجايتس. طيب. خشي بقى على العلاج. العلاج الطبيعي امبيسيلن. فاكرين لما ملتكوا قاعدة كانت بتقول ايه? كل جرام بوزيتف بس الله ينفع تعالج همبيسيلن. حتلاقوها مكتوبة في نفس المذكرة. الا بقى. لو العيان عنده من انجايتس. ساعتها قدامي حاجة من اتنين. يزود على الامبيسيلن امينو بلايكوزايت? يا اما استعمل كتري موكسازولي. قولولي يفاكرين الكتري موكسازولي? لقوة راي زوبريم صالفا زوكسازولي. اه. وحمليكم دلوقتي حاجة. بصوا. في جرام بوزيتف بس الله. احنا استعملنا. اطلع بره عبدالرحمن. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. عشان ما كسرش حلفاني. بوجه يدخلك بعد ثلاث دقايق. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. عليهم. اطلع بره. اطلع بره. لا ما دخليش انا بقول ليه اما كلمانا اتكلم. خلي بابو اوامو يجو معك. ماشي عشان اقول لهم ابنهم الواحش بيعمل ايه. ادخل يا حمار. اطلع. اطفع جنب اللاب. بص. اكتبوا. بص. في الكيام بوزة بص الله. احنا استعملنا الكوتري موكسازول مرة واحدة بس. فحاجة اسمها نوكارديو. لما ديجو تقلوا جرام بوزة بص الله كنا خذنا احنا اسمها نوكارديوز. كان ديست علاجها كوتري موكسازول. وكمان المستبه. فاكتبوا تحت تراي ميزو بيم صالفة ميزوكسازول. اكتبوا. از. نوكارديوز. از. نوكارديوز. الباقي كله بنسلل واشتغل عطل. نوكارديوز. طيب اللي ابو بايا اخر صفحة? لا. اه يا بيت سامعة لعشرة لو عديتوا الانترابشن فعلا عندوك حول ما الخمس زي دولة. اه لو عديتوا الانترابشن. طيب بصوا. نخش بعد كده. بس كنتوا بس عشان نخلص اه? عشان صبت بصد. نخش بعد كده. على الدياجنوز. طبعا الدياجنوزز كان معتاد. قولولي. انا عامل باكترينيا. فحعمل بلاد كالتشوة ولا لأ? طيب. واللي عامل من انجايت سنعينة بتبقى على طول ايه? سي اس سي. طب. نيجي بقى اهم معنا خلاص احكزوا معنا. الفيلم بتاع هي عبارة عن ايه بقى? جرام بوسيتف بس اللايل انا جايب له كل سلايل. فحتلاقي الصور يعني. هتلاقي هم عاملين اتنينات. حتى ساعة يبقى علىية سبعات كده او حالة. والاورجانيزم بيبقى انتراسيلرون. يعني لو العينة واخدها من خلايا بيبقى الارجانيزم جوه الخلايا. بس طبعا الفيلم اللي عندكو ده مش ايه? مش خلايا خاص. اهم حاجة بقى. عارفين المورفولوجي ده? يلغبطني مع ايه? بصوا تحت شوية خاص. هتلاقوا في عيلة اسمها كورايني فول. هناخدها عن ايه? لو بصيتوا عن بتاعها. الان هي السورة اللي تحت. هتلاقي نفس اللي بصوت. اللي هم البسلون. عاملين اتنينات فيرس. وقدين بالكو? فييجي يقولك ايه بقى? تفرق بين الليستيريا وبين الكورايني فور بانك تعمل موتيلتي تست. قلولي. هي الليستيريا بتحب البرودة ولا لا? اه. هي مطايل عند درجة حرارة اتنين وعشرين. والموتيلتي بتاعتها اسمها تامبلينج. بتعفين يا جماعة تامبلينج يعني شقلبة. بهلوان. يعني هاي موتيلتي. وعشان كده انا جاربك شورة الفلاجلة الكتيرة دي. عشان تفتكر الموتيلتي دي. فاكتبوا تامبلينج يعني شقلبة. مش بتبقى في اتجاه واحد. لا بتبقى في نفس الاتجاه. حركة دائرية كده. دي اسمها شقلبة. طيب. دي الطريقة انفرق بين الكورايني فور. بعد كده. عايزين نزرع. اه. بصوا حماليكو حاجة. انتو لما تيجوا تقرر المذاكرات بتاعت كلهم. يا اما ايروب يا اما انيروب. الوحيدة اللي هي دي. فاكتبوا تحت كلمة فاكولتاتف انيروب. تلا عشان في حان العملي ده فاكولتاتف انيروب اكتبوا. زا اونلي كرام بوزوتف باس الله. زا اونلي كرام بوزوتف باس الله. اي كرام بوزوتف باس الله تانية هتبقى يا ايروبي انا ايروبي. مفيش فاكولتاتف خالص. طيب. قولولي. لو زرعناها على طبق البلد. تعمل لك راجة دو عمل هيمولوس. اه. نيجي بقى الاهم حاجة. لو جاي نطف عنده نيونيتن من الجايدوس. اتكلم بقى تعليق انا ايه? خلاص هيت. بص. لو جاي لطفل يا احمر وهو عنده نيونيتن من الجايدوس. مش احنا قلنا الاحتمال يبقى يا جالكتيا ده اما الاستيريا بنفرق بينه من زا بقطة. حد فاكر الاقطة. اه. فاكرين عيلة الاستريبت كانت كاتاليز نيجاتف. لكن الاستيريا كاتاليز بوسطف. فانا جايب لك صوت القطة هي عبال خلافك عشان تفتكر كلمة كاتاليز. ماشي? طب. اخر حاجة بعدها. عندنا حاجة اسمها كورايني فول. تكتبوا عليها ام سي كيو فقط. يعني دي ما تجيش في الهاتف كورايني فول. بص يا حلوية. يلا جماعشان اخوة. بناخد وقت الحصة التانية بناخد فيها وقت رهيب. الاولى دي بتبقى كده. من كل الله. بص. انتو عارفين? العيلة دي احنا ليه مسميينها كورايني فول. لانها تشبه الكورايني باكتيريا ديفتيريا. لما تجوا ترجعوا الاول صفح. هتلاقي عيلة الكورايني باكتيريا حاجة اسمها ديفتيريا. وحاجة اسمها كورايني فول. طيب. ايه الفرق الجوهري ما بينهم بقى? الديفتيريا باسوجينيك. لكن الكورايني فول فولور. وطبعا قولولي. لما بقى فولور عشان اعمل ديزيز. لازم الامريوت تقل له ولا لا? عشان كده بنقول عليها اوبارتيونيستيك. طيب. مين هم ما بقى الكورايني فول. مقسمينهم اتنين. ايروب وانيروب. شايفين ما فيش حاجة اسمها فاكولتيتف خالص في الجرام بوستر باسبه. الايروب تلاتة. والاسم يغششت. واحدة اسمها ألسيرانز. تفتكروا ألسيرانز دي هتعمل ايه? ألس. دي فلورا في اللسكين. لو حصل اي دابتش في اللسكين تعمل لك ألسر. طيب. واحدة اسمها زيروزوس. دي بتعيش في الكونجونكتايفة. وتعمل اي ديزيز. حتى عايف يعني ايه زيروزوس? اه دراينيس. كلمة زيروزوس ياحمد يعني دراينيس جفاف. واخد نبالك واحدة. زيروزوس يعني دراينيس. بعد كده عندي واحدة اسمها سودوتيوباركولوزوس. دي هتعمل لي مرض شابه التيني. طيب. اما بقى الانيروبيك دي اهم في الطب. ليه بقى? دي احد اسباب الاكنفالجانس. بتعافين اكنفالجانس اللي هو ايه? حب الشباب. ليه بقى? دي بتعيش في الورب. بتقوم طلعها انزايم اسمه رايبيز. بيكسر الليبت بتاعت الجلد. وتقوم طلعها كمان. كيموتاكتك فاكتو. انتوا عايفين? هعمل كيموتاكسيز للنيوتروفين. فالنيوتروفين بتقوم عملالي مزيدا من بتقلش. يبقى دي اللي بتعمل حب الشباب. اخر حاجة بقى. كيف تفرقها عن الدفتيريا? قولولي مش احنا مسمينا كورايني فور عشان بتشبر الدفتيريا? احنا بنفرقها بحكتين. ممكن تبصولها عالصابورة? فاكريين لما خدنا الدفتيريا كنا بنقول عليها تشاينيز لتر. اه افكرت. كانت الباسللاي بتاعت الدفتيريا طويلة ورفيعة وراجبة على بعض. عاملة زي الحروف الصيد. هنا لا. بصوا بقى الصور. هتلاقي الباسلال عاملة اتنين اتر او ساعدت بقى بالي سيد. اه عاملة زي قطبان الصور. بالي. هي مش هات حالوة عندكم في الصور. المهم عمرهم ما بيبقوا راجبين على بعض. يعني عمر ما فيه تشاينيز لتر اكليوس. الفرق التاني بقى. بيطلعوا عن نيوترنت اجارة. طبعا لو انتو فاكرين الدفتيريا ما بتطلعش عن نيوترنت اجارة. فاكتب لي على الدياجنوزز لو سمحت. اكتب لي على الدياجنوزز. الدياجنوزز ده اكتبوا عليه. دي فرانسز فروم ديفتيريا. اعودوا ساكتين لمدة دقيقة. عشان اقولكو. مستعبالكو لاغبر. لا مش معين. بصوا. طبعا انت عارفين? اه. بصوا. عشان الناس سلح الصلاة. دلوقتي. انا وزعت عليكم ورقة بالامتحان اللي جاي. احنا اخدها لو انت طالب. بصوا. يوم تلاتين تلاتة عندنا امتحان عملي. على تلات درجات. مش في العمل الاديم اللي احنا اخدناه. لا عمل جديد. بعد كده. يوم قادمين. يوم خمسة اربعة. عندنا امتحان نظري. على عشرة او اتنشرة درجة. يعني لسه ما حددوش. عشرة اتنشرة. ده بقى لو بصيته في الورق. هتلاقوا الاحتمال ده يشمل. خمسة وسبعين في المية من السيستيماتيك باكتريولوجي. وتسعين في المية من السيستيماتيك باكتريولوجي. يعني بعد ما نخلص. اي ما فضلونا اربع حصص بس واننا نها خلص. ده هيبقى خمسة اربعة. اه. مش مقولوكو. كنت عميين تقولو. ليه رزلتنا في باصل الثاني. ليه عزبتنا. احنا لو ما كناش عملنا كده كنا.